الثاني الثاني يوجد بعض بعض الدعاء يحسون على الجهاد والخور للجهاد بدون إذن ولاة الأمور فهل هذا يعني ولي الأمر لا بد من الإذن؟ يقول أن هناك بعض الدعاء يدعون إلى الجهاد دون إذن ولي الأمر هذا خطأ لا بد من إذن ولي الأمر ولي أمر المسلمين لأن هذا من صلاحياته ولا بد أيضا من إذن الوالدين قال صلى الله عليه وسلم أحي والدك قال للذي يريد الجهاد أحي والدك قال نعم قال ففيهما فجاهد ولا بد من إذن ولي الأمر ولا بد من إذن الوالدين هذا في الجهاد التطوع نعم